الاسم البالي اللي أنا متأكد من عنده أطلع السر لا لا بيها هاي طرقاعة سودة هاي ليش كفي لك الله طرقاعة ها كبرها شلون طرقاعة طرقاعة بيها شبيرة كله شبيرة وداعتك نجيل عندي ورقة لعدة ورقات اي الله يش هالزلزال اي صاعقة وراح أطلع هاي الورقة قريبا جدا 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 اولا انا راح اتكلم بصراحة وخلي تحملني الاخر اي اولا رسالة يعني خلي نقول كالتالي الصفة اللي هي بغياب المعرف او بخفاء العنوان وزير القائد بده ما يأثر نهائي بالشارع العراقي يأثر فقط بمحيطة والانسان ابن بيئة اللي يعيش بيها هذا علم الاجتماعي يقول لان الكثير اليوم سمعنا الكثير من الردود قاموا حتى يعني انا كنت قبل والله اقراها من البداية للنهاية اليوم سألت ما يقارب اكثر من الاتصلابية يجوز اجتنا 200-300 اتصال من طبقات مختلفة يقول والله بدينا ما نوصل لنهايتها نقراها نشوفها كلام لا يغني ولا يسمن من جول اثنيا الدعوة ما راح تسمعها من غيري غير حقيقية اي قلت اولا الدعوة عندما توجه توجه للأسماء يعني انا اتمنى من خفاء العنوان وانا عرفه بالمناسبة عرفه يا هو واعرفه بزمن السيد شن هو عرفنا وياك عرفنا وياك يعني خليم على اي لا لا بيها هاي طرقاعة سودة هاي ليش كفي لك الله طرقاعة ها كبره شلون طرقاعة طرقاعة بيها شبيرة كله شبيرة واعتقد نوه اله في يوم من الايام احد المتظاهرين من اهالي الناصرية بتغريدة ايش قال وانوه اله على ما اعتقد اسماعيل مصبح اي ولهنا واحد نقطة راسطر نقطة الدماء مو نقطة حمرة ما الحبر لو ما الجاف خلنعبر هاي الحالة زيان البارحة قلت انا قلت هاي وسيلة للتسقيط شلون دعوة للتسقيط انا اقول لك شلون اولا الدعوات مثل هيش دعوات على مستوى الامم المتحدة تكون دعوات رسمية لأسماء ومسميات كأن يدعو فلان وفلان وفلان في الملف الفلاني يعني انا من ادعي انا اليوم جنابك دعيتني الى حلقة الحلقة كانت عن قضية كذا وكذا يعني واضحة المعالم غير مشوهة لديها ابعاد اثنيا اليوم شفت يعني اعتقد النائبة حنان الفتلاوي قبلت مثل ما قبل اثنيا او ثلاثة انا شفت اليوم على مواقع التواصل انا قبل ما انفوت بهذا الموضوع يا ابا عبدالله العزيز قبل ما انفوت التساؤل الاول اللي عندك خلا تماشى مع شرعيته اولا انه هذا وزير القائد غير معرف لكم هاي انحلها باتصال لاحد القادة هل الدعوة التي وجهت من وزير القائد انتم كتيار صدري او سيد مقتدى تتبنونه حتى يأتيكم الجواب وننتهي من هذه النقطة مو صعبة وبالاسماء شنو بالاسماء يعني مثلا باشر عقبة احد القيادات اللي تعرفها انا وانت ما رجل نذكر الاسماء اي قال انا وحياتك انت راح يشنون هجمه وراح يطلع هو نفسه وزير القائد وقل احن لا نجلس مثلي لا يجالس مثله وانظر نشبه بهاي السوالة احنا نقول الدعوات الدعوات تكون بالمسلميات هي دعوة وجه للإطار للمناظرة للإطار بالملفات الفلانية لا 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 ما اريد للإطار لانا انا متأكد من راح يطلع الاسم الفلاني او الاسم الفلاني راح تطلع الاعلانات والتسقط وي 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 لا اريد بالمسمى فلان اي بالفلان يعني انت اتريد وضحت لك الصورة اتريد جماعة الإطار يطلبون من يتناظرونه معه لا 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 اريد وزير القائد بعد ما تثبت بان الدعوة حقيقية أن يدعون من ماذا يؤثر الاسم وزير القائد اذا ما عرفتموه وانتردون توصلون بعدها حتى اذا الاسم البالي اللي انا متأكد من عنده اطلع السر سرنا معك لا خلنعرف الاسم يا الله طيب لان الجماعة دائما يشتغلون بخفاء العنوان من تقول فلان وتقط السرق افلامه زين بصيغة اخرى اقبلوا بها وتباهلوا وقولوا ما عندكم على اسرار من اسرار عليه وعلى غيره كما دعوكم امام المتحدة ولنجعل لانة الله على الكافرين اما ومن قال لك لا بمعنى جاي نقول وجهوا دعوة لفلان وفلان اختاروا اختاروا اي مسمى اختاروا اي مسمى اختاروا المسمى زين فيما اذا لو تحولت اختاروا المسمى هذا شرط من شروط المناظرة انت فيما اذا لو حصلت وتحولت المناظرة الى حقيقة تعتقد ما الذي سيحدث كوارث ليش كوارث حتيري والله اداعتك نجيل عندي ورقة لعدة ورقات اي الله يش هالزلزال اي صاعقة شلو عد الله وتدري بيه انا الاوراق القديمة طلعتهم الاوراق القديمة اي طلعتهم اي وقريبا جدا بعد ما يعني شون يقول اخي نقول بلغتنا الدارجة لح علي كثير من الاخوة كاظم ليش ما اسكت هاي الاصوات لا انا طلعت قال لا لا اريد حلقة كاملة متكاملة على القضايا اللي اللي جاي الاخرين يحاولون يضغطون عليك ويبتزوك لاجل ان توقف عن مشروعك قلت لهم والله العظيم حاضر وراح اطلع هاي الورقة قريبا جدا 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 جدا